السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الكرام الموضوع دينا دي اليوم وهو البشراء لهذه الناس اللي واحدين في المغرب جاء الفارج الحمد لله كما كتشاهدوا معنا اخواني الكرام احنا داخلين في الموقع الرسمي دي القنسولية الايطالية بالمغرب اللي خرجت بواحد البالاغ اللي كتقول فيه وهذا البالاغ خرج يوم 16-4-2020 كما كتشاهدوا امامكم اللي هو اليوم طبعا وفي هذا البالاغ صرحات القنسولية لجميع الناس اللي واحدين في المغرب سواء كانوا ايطاليين او كان عندهم جنسية مزدوجة او برميسو دي سجورنو او كارتا إليميطاتا طبعا غادي نبدأوا بالايطاليين هاد الايطاليين طلبت منهم باش يصفطوا لهم واحد الايميل لهذا الادريس ايميل اللي كتشوفوا هنا في الشاشة وكذلك راه غادي تلقاه مكتوب في الديسكريتسيوني طبعا يعني اسفل الفيديو طلبت منهم يصفطوا لهم واحد لما يكتبوا فيه الاسم العائلة والشخصي تاريخ ومكان لازدياد رقم الهاتف ويكون رقم الهاتف خدام طبعا باش يتوصلوا بالاجوبة ديالهم عبر الهاتف طبعا وكذلك إلا كنت معهم العائلة ديالهم يكتبوا الاسم ديالهم العائلة والشخصي وتاريخ ومكان لازدياد ديالهم وحاجة مهمة بزاف اللي خاصك ما تنساهاش وهي طريقة باش دخلتين المغرب والجيتي جوا في الطيارة أو بحرا في الباخيرة أو كذلك في الباخيرة ومعاك سيارة وكذلك التاريخ اللي دخلت فيه المغرب خاصك تهو تكتبوه طبعا والحاجة المهمة بزاف كذلك خاصك ما تنساهاش وهو السبب اللي جعلك تقرر باش يعني تدخل لإيطاليا في ظل هاد الظروف وانتشار هاد الوباء غادي تكتبها لهم كذلك مثلا كما هم عاتين هنا أمثلة يعني الصحة اللي خاصك ضروري ترجع تتعايش في إيطاليا أو لا مثلا العمال أو كذلك تكون حالة اجتماعية وما إلى ذلك المهم اللي يكونش سبب مقنع وتكتبو لهم تمة عما بالنسبة للناس المزدوجي الجنسية جنسية إيطالية ومغربية هادو خاصهم يصفتوا لهم إيميل كذلك اللي كتشوفوه مكتوب أمامكم في الشاشة وره مكتوب كذلك في الدسكريتسيوني أسفل الفيديو غادي يصفتوا لهم عدو نفس المعلومات الإسم العائلي والشخصي تاريخ ومكان لزدياد ولكن هادو يصفتوا لهم رقم جواز سفار الإيطالي وإمتى تسلمتيه وإمتى يتقاضى من اللادة اللي اخدتي حتى اللادات اللي غادي يتسالى فيه وكذلك نهار آش دخلتي للمغرب وفاش نفس الشروط اللي طالبينها الإيطاليين طبعا أما بالناس اللي عندهم برميسو دي سوجورنو أو اللي عندهم كارتا إليميتاتا هدي يصفتوا لهم نفس الشي اسم العائلي والشخصي تاريخ ومكان لزدياد رقم الهاتف نهاراش دخلتي للمغرب وفاش دخلتي للمغرب يعني الطريقة بش دخلتي للمغرب وكذلك حاجة مهمة وهي تاريخ ديال انتهاء البرميسو دي سوجورنو والرقم ديالو وإلا كانت إليميتاتا غادي تكتبوا لهم إليميتاتا وكذلك إلا كانت معكم العائلة ديالكم هدي تكتبوا المعلومات ديال العائلة ديالكم من اسم عائلي وشخصي والبرميسو دي سوجورنو وما إلى ذلك أما الأسباب اللي خاصك يعني تكتبها لهم قلنا إما تكون صحية وإلا كانت صحية خاصك تدليب واحد شهادة طبية اللي غادي تكون يعني إلا كان كيتبع هنا يصفتوا له واحد شرتيفكاتو وغادي تكون مكتبها بالإيطالي طبعا طبعا أما إلا كان في المغرب وقع عليه شي مشكيل ومرضو خاصه يتعاج في إيطاليا يرجع إيطاليا دي تكون باللوها الفرنسية يزيدها مع ذلك يعني إمبريميها ويصفتها مع الإيميل اللي غادي يصفت فيه هاد الشي طبعا أما بالنسبة كذلك للعمل اللي خاف مثلا على العمل مثلا يكتب خايف على أن يفقد العمل ديالي لأنه مغيب بزاف دل هاد أروف مبلوكي في المغرب وهادي خايف يفقد العمل دياله هذا سبب كذلك يكتبوا ليهم أما بالنسبة للحالة الاجتماعية غادي تشرح ليهم الحالة الاجتماعية ديالك كي اللي مشى للمغرب خلى أولادو هنا كي اللي مشى به بولادو وخلى مرتو هنا ولا المرأة مشى تبيها بالولادو وبقى الراجل هنا في إيطاليا المهمة تشرح ليهم الحالة الاجتماعية ديالك اللي دفعتك باش ترجع لإيطاليا وطبعا غادي يدخلوا لإيطاليا يوم ودي حدوه هما وخاص كدروري تقلس 14 يوم في البيت ديالك ما تخرش يعني إزولامنتو باش يعني ما تقديش الناس ولا الناس ما تقديكش طبعا وكذلك الورقة خاصة تعمرها كي توصل إيطاليا ربما ديعتيوها لكم في الباطو أو لا كي تنزلو هادي حاجة طبيعية أما التاريخ ديال هاد المبادرة اللي قاموا بها إمتى؟ إمتى باقي ما قالوش إمتى ولكن علاش ما قالوش إمتى حيث حيث هما بغيين يعرفوا العدد اللي غادي يعني يمشي اللي يمشي ولا اللي يصفطوا لهم الإيميلات باش يحسبوا شحال كين من واحد ويعني يشوفوا شحال يقدهم مثلا من طائرة شحال يقدهم من باطو مثلا انتوما صفتوا الإيميلات باش هما يعني يعني في أقرب وقت باش يكون يعني العدد كافي باش يشوفوا صحب السيارات شحال عندهم شحال كينة من سيارة بالناس ديالهم على حساب الباطو يشوفوا كذلك اللي يعني عاديين على حساب الطيارة وهكذا هما طبعا غادي يجاوبوكم وهدي يدرسوا الموضوع أكيد وفي أقرب وقت غادي يعلنوا على التاريخ والوقت ديال هذا الرحالة وحنا طبعا غادي نوافيوكم بالجديد ما تنسوش إخواني كرام الاشتراك بالقناة وطبعا لايك الفيديو إن طاب لكم ذلك وكان شكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته